اشتركوا في القناة 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 بدل لما بندي 30% ناخد 30% من البداية احنا بنعمل دلوقتي معاينة مجانيا وبنرفع المأساعتنا لا أول شيء ما مكلف جداً فبيبتدي يقول أنا أشتغل بند بند أحسن لي بند بند أنا ممكن أعمل حاجة يعني أنا عندي دلوقتي بقاط التشطيب وعندي برضو عروض تانية تمام البنود زي ما حضرته قلتي تمام يعني أول شيء السباكة والكهرباء تمام وبعد كده بنبدأ برضو في الجبسون برضو ديزاين برضو يعني إحنا بنوري يعني إيه الديزاين قبل التنفيذ نفسه بيختلف إيه التشطيب السكني عن التشطيب التجاري بالنسبة للسابقة جديد في المجال يعني فيه حاجة تشطيب تجاري ده بمعناها يعني حاجة مثلا أنا لو هكلف الشقة سي مثلا 30 ألف لأ أنا ممكن أنزلها 5% برضو عشان فيه عروض كتير مع المعارض والشركات التانية برضو بتعاون معها تمام والتشطيب التاني يعني الباقات الكبيرة بقى بتبدأ من عندك من 1300 إلى 2500 تمام يعني بقى كذا باقى بنحددنا احنا برضو إيه من كافة الأعمال عندنا بنبرضو لو فيه عميل عايز يشوف الموقع بتاعنا أو يشوف الخامات والمتيرة نفسه بنقدمه لأي موقع قريب منه يعني فيه موقع في اكتوبر فيه موقع عندنا في الزائزي فيه التجمع فيه اسكندرية يعني كذا عميل بتصل بين أنا من اسكندرية دلوقتي وعايز إيه أشوف شغله فيه موقع يجمعه برضو فيه العجمي طبعاً هتزهر معنا أرقام التليفونات على الشاشة لو حد حد يتوصل أو يعرف العنوين بتاتي المخلصة احنا عندنا ثلاث فروة عندنا في الزائزي ده الفرع الأول وعندنا في المعيد قدومك فر المعيد وعندنا في كفر الشيخ كذا مكان لنا يعني بس هما ثلاث أماكن بس طيب بما ينا حضرتك معنا فأنا المفروض اننا استفاد منك صح؟ ايه الحاجات هناخد بند بند كده وتشرح لي ايه النصائح أو الغلطات المفروض العميل ما يقعش فيها وهو بيشطط يبتدي الأول مثلا في بند السباك بند السباك يعني فيما ترى أنه عندك فيه أنواع كتير جدا في السباك تشرت تمام معظم المقاولين بيشتغلوا بيها في درجة فيها حاجة اسمها الشريف دي أفضل نوع ايه وفيه عندك بي آر وفيه عندك كذا نوع بس احنا عندنا في الشركة بمميزين بإحنا بإيه بالشريف وفيه عندك بي آر برضو شريف أغلى شوية اه طبعا بس احنا برضو لدينا خصومات 50% يعني انت تنصح العميل لما بيجي يشتري المواسير والحاجات بتاعتصار يجيب مركز الشريف الشريف آه هو الشريف ضمان كويس وبتعيس ضمان كويس 50 سنة حلوة أوكي اه وعندي برضو السباكة والكهرباء أوكي وعندي بقى فيه أنواع برضو في الجيبسون بورد تمام لا يعني إيه بقى ما تنطس بسرعة كده واحدة واحدة كده عشان إيه أنا أستفيد تمام بند الكهرباء المفروض إيه النقاط الأساسية اللي رعيها وهو بيأسس مثلا بند الكهرباء فيه مثلا نستقولك أعمل حساب كساف الطوارئ تمام آه انت بقى قولي النصائح لا إحنا دلوقتي بنتكلم في نقطة الكهرباء ههم الشيء في الواحدة نفسها يعني إذا بنخش فيها عندك بقى إيه تاكيفات فيها معيار معين يعني عندك تلاتة ملي أو أربعة ملي تمام وعندك برضو البيوت النور برضو السبوت لاين يعني إيه السلك نفسه واحد ونص ملي تمام وعندك بقى لو حابب بقى إحنا في الدزاين نفسه فيه نفسه أول بار من حد دي احنا نقضي كلها في الكهرباء نفسها يوه وفيه أنواع كتير من الكهرباء فيه عندك يعني إيه تلات درجات منه تمام يعني فيه درجة أولى وتانية وتالتة لو زيعت الكهرباء يعني تنسح دايما الناس تحط طبعا كل الناس من تلقائيا بتحط فيشها جمد السرير عشان الشاحن والموبايل آه لا احنا فيه حاجة جديدة احنا بنقدمها يعني احنا دلوقتي بنأسس الأول تمام فيه جنبي السرير بالضبط فيشها دي ممكن تقفل الإضاءة بتاعة الغرفة كلها آه تمام وفي الوزبوت لاين برضو احنا بن يعني بنفيه إضاءة معينة للمكان يعني فيه يعني الموضوع بيبقى مدروس مش توزيع بس كده حطيني نقطة هنا نقطة دين بيبقى مدروس آه مدروس طبعا آه وبتعمل طبعا حساب المساحات لان انت بيبقى معاكب بيزاين انت بتبقى عمل بيزاين سريدي يعني انا بعمل سريدي ماكس طبعا تمام بخش يعني انا بخش على المحورة طبعا برفع المقسات بتاعتنا والتاعة وبعد كده يعني بنقدم لنا لعمل فكرة جديدة لو عاديب برضو هو فيه رأي عنده احنا بنحطه بمضيفه على التصميم النفس Laughter طيعا الجبس سنتبورد بالوقتي معايا عرض جبس سنتبورد بالمعجون بالتركيب بالتوريذ من الجيني مثلا وفيه عرض ديني 120 فيه جبسة ابيض فيه جبسة اخضر طبح انا اعرف انا محتاج أيه واذاي هو ده النوع اللى انا فعلا ذا أشتريه او لا يه اوا فيه يعني معذا يعني معظم الوقات الالأيام دي ، يعني فيه ثلاث قالويه فيه كنوف وفيه جبورد وفيه سعودي احنا بنشتغل يعني اعتبر ايه كنوف افضل نوف السوق ده اسم اللوح الجبتنبورد اه كنوف وعندك فيه جبورد ده مش انصح بينهائي علشان الفروة بتاعتها يعني قدام بتعمل ايه يعني فيه رتوبة فيه عندك برضو جبس احمر وفيه جبس اخضر الجبس الاخضر ده للمطابخ عشان يمتص الرتوبة والحاجات ده كلها يعني ده معمول عادي للماية بيستعمل ممكن المياه والآه انا معظم الاواد ممكن هشتغل الشقة كلها اخضر او تمام يعني لو فيه عندك فيه اسكندرية دي برضو طبعا انا بشاميعة فيه رتوبة اساسا بعمل الشقة كلها اخضر مش رتوبة طبعا والاحمر ده بيبقى ايه الاحمر ده ضد النور الحرارة نفسها او دي انا ما احنا ممكن نعملها في كزا حاجة فيه مصنع بتاع احنا نعمل كل نعمل بالجبس ام بورد والاحمر بس طيب والاسعار بقى؟ الاسعار بتبدأ من عندك من 100 ال130 يعني فيه عندك من 100 و120 و130 طيب تدربتك جيفسون بورد لانها عاملة زي تدربت المطابق بالزبط وص دايما لازم يتنسب على الواحد فيه فانت قولي ازاي الحميل يدربها يدربها وصي فيه عندك حاجة اسمها متر تولي تمام المتر دول ده هو دا ما يدوره الغرفة كلها يعني عندك سيه مثلا تلاتة متر يعني انا مثلا عندي الحيطة درواتي مثلا هنقول ارتفاع تلاتة سعار دا 4 لا ما تنفعش كده دي احنا بنتكلم في السقف مش فيه الحقوق نفسه تمام احنا بنتكلم في السقف لو انت هتعمل بيت منور 40 سمتي دي بيتقاس حاجة اسمها متر تولي يعني عندك الجنب تلاتة في ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة ماشي تضربوا ايه متر تولي لو انت حضرين يعني ممكن معظم الناس يعني ممكن طب انا عايزي انا اشتغل باللوح 我 دلوقتي ممكن الصناعي أول ما أول يخش مثلا يقطع لك نص اللوح ويرميه وكذا هم مستفد صحة فهم لا اللوح ده ما مش بقى لكن المتر عايبه المتر أفضل طيب دلوقتي المفروض أنا برضه عرفت أنه لازم لما تيجي تخلص بعد دخل في حالة المعجونة وحدة ده في مادة بتتحط في الجيفسونبورد إيه دي بقى دي حاجة اسمها معجون تمام المعجون ده معظم الأوقات فيه ناس بيتكتر تلت طبقات وفيه عندك متل وفيه عندك فيبر تمام دي أفضل حاجة عشان السوق نفسها لو أنت هنعمل في مكتبة في نظام شي كده دكور لازم نعمل إيه الفايبر ده علشان برضه السوق بتاعته مش تنكسل أي العفش بتاعتها بنعمل مش تتكسل مننا مين الناس اللي ساعدوك أن انت تقدر تنجح شركتك فيه ناس كتير واحد بس اللي هو في جنبي تمام ده يعني ينصحني وأنا كان أصلا من بداية خالص قبل الكلية عندي أنا كان ليه حلم الحلم بتاعي تمام أنا كانت بوف ورع وقلم وعينه عندي يعني أنا دلوقتي أول مكتبة فتحته أنا أصلا كنت شغل قبل كده تمام في شركة الشركة دي هي برضه إيه أسستني حاجات موينة أنا أتكلم في مدينتي تمام دي مهندس اسمه سعر زولول تمام ده ربنا يبارك فيه رب ويديه الصحة نصحني بكم حاجة برضه يعني قال لي خلي يعني إيه عندك حلم صحا لواحد لما بيحط ربهم حلم حيث عنه يحققوا كل الطرق وبفضل ربنا يعني حققت حاجاتي يعني أنا دلوقتي فتحت عندي ثلاث فروة تمام وكمان حاجة لسه كمان هفتحتيني إن شاء الله برضه عشان أكبر حلمي الكبير مين بتحب تشكره أو توجه له الشكر بشكر أول حاجة والدي ربنا يشفي يا رب ووالدتي والأستاذة أسراء سيف برضه دي مدارة عمالي في الشركة بفرع الزازي وعندك برضه عشان شانسة بس عشان ما حدش يزعل ممي أحمد سليم ومحمد ميدو وياسر وأستاذ فادي برضه ناس كتير جدا معايا يعني في الشركة يعني إيه وقفين جنبي يعني طيب إحنا معنا فيديوهات دلوقتي نمزج الحاجات إنت أورريدي عملتها تمام ممكن تشرح لنا عليها عمل تمام نشوف أول فيديو معنا أو ده معنا فيديو قبل التشطيب تقريبا الشقة تمام دي قبل التشطيبات يعني دي أحنا دي في أكتوبر على فكرة في ميدان الحصري تمام ده جبس من برد للبداية خالص تمام دي المعجون التشيش اللي احنا هكنا بنتكلم فيه مم اكي وبعد كده بنأسس بقى الزبوت لاين بقى والحاجات دي كلها في الجبس نفسه مم تمام أفا أنت بتستلم الشقة من العميل لا أنا بستلم الشقة على المحارة مم تمام بخش ببدي تترككم طيب نشوف بقى الفيديو بعد ما الشقة تشطبت نور كنترول احنا ممكن نكمل طيب لحد ما الكنترول يجيب الفيديو التاني تمام كلمني او الفيديو التاني معين او حقناش ده بعد التشطبات يعني بعد بقى لما حطينا بقى الزبوترين والألوان والورق السريدي برضو تمام وراي الحائط عملي ولا مش عملي عملي طبعا بس في ناس بطول بيطقطق بعد كده لا مش كل يعني فيه فنين بيشتغلوا بيعملوا أي حاجة كده خلاص يعني بيمكن يلزقوا بلزق معين تمام يعني مثلا يعني فيه عندك لزق إيطالي فيه عندك ألماني لا أنا بنصح لألماني أفضل الألماني ده هو بيدنه في الحائط كويس جدا فيه كطعة واحدة معظم الناس برضو بيشتغل شرايا كل شريعة متر لا دي بتطلع أي طفلة ممكن يشدها على طفل يشدها يطلعها فعلا طيب بالنسبة للعميل اللي حابب يتعاقد معاك بتكون إيه شروط التعاقد أو التعاقد بيتم إزاي التعاقد بيكون عندنا في الشركة تمام ده عقد اسمه عقد اتفاق وتراضي بين العميل تمام بنقدم برضو إيه حاجة كويسة يعني أنا دلوقت بببينه وبين العميل في شرط الجزائي يعني شرط الجزائي أنا ممكن أنا أحطه في العقد 50 ألف جنيه تمام وبسلم الوحدة بتاعتي برضو إيه في شهرين بالزبط أنا بدي يعني مهلة للعميل قدامي تمام معنا آخر فيديو هو إحنا شايفينه تمام دبل فرش أنا كنت دبل فرش ده ده كنت خلاص فرشت آه ده فرشت خلاص ده الموقع ده في بركة السبع في المنوفية حلو جدا تنصح العميل إيه في الفرش يعني إما يجي يفرش الشقة تنصحه بإيه آه أولا أنا يعني أنا اللي بحط كل اللمسة فيها في التزاين نفسه بحط الفرش تمام والتوزعات والحاجات ده كلها هو برضو بيبقى موجود معي باخد منه برضو أفكار بحطها في التصميم لو هو حبيب يسمم مثلا حاجة معينة وإنت حاسس أنها مش ليقة أو حجم الفرنيتشر هيبقى كبيرة على المساحة اللي المفروض يتحط فيها تمام عندك هو عايز يحط دولاب تمام فيه شاشة يعني مكتب وفيه شاشة أنا في نفس الوقت دي مساحة برضو للغرفة تمام وبعد ذلك كده بنتشوف الألوان تتنسب مع المكان نفسه المساحة السغيرة مش بيبقى فيه إزاعيك في الألوان طبعا تبقى هادية رائحة أو هادية كده إنت أما تشوفها تحس أن أنت عنيك مرتاحة في شواء تدخلها تحس أن فيه زحمة حواليك في المكان لا ما هو الزحمة دي بتعمل من الألوان الزحمة وفيه فرش يعني تخش كده فيه كآبة لا يعني فيه مكان كده برضو بالإضاءة الإضاءة نفسها تمام لازم تكون هادية برضو عشان برضو أنا قاعد مش فيه توطر ولا فيه أي شيء صح لأن دايما البساطة هي بتكون سر الجميل يعني كلما الحاجة كانت بسيطة وهادية كلما كانت جميلة طبعا جميلة جدا مورفشنال يعني طيب إيه تاني حابب أن أنت تنصح بيه أي حد حابب أن يتعامل معاك في البداية بتقوله والله أنا حابب أنصحك قبل ما يتم التعامل بنا بواحد تنين تلاقي لا أنا هنصحه بالكلمة يعني هو قبل أي شيء لازم يشوف شغلي أنا على الطبيعة تمام يعني أنا دلوقتي زي ما أنا قلتلك برضو أنا كزا محافظة معايا مواقع فيها تب إفرد اختلفتم مثلا في الأسعار أو في معادة تسليم لا طبعا إحنا بالبداية إحنا كنا بنقول في عقدة تفاوت أراضي تمام إحنا بنكتب كل شيء في العقد يعني من أول السباكة لحياة بابل الشقة نفسه مصفح تب أنا دلوقتي بيجي لك يا باش مهندس بقول لك والله أنا عايزة أعمل شققتي تمام فبتقول لي سعر المتر كذا سي مثلا ألف ومتين ماشي ألف ومتين ده ده بيبقى شامل إيه إفرد مثلا عندي حاجات قردي جهزة مش أنا ببقى محتاج أن أنت تفصص لي تقولي ألف ومتين ده وأنت هتاخدهم ليه أه لا بصي في عندك لو أنت عاملة جبس وعملة سباكة وعملة كهرباء أوكي لا أحنا بنخش بقى حاجة اسمها بنود تمام بنود دي بقى شاملة السراميك النقاشة الكهرباء تمام أدوات الصحية برد والتشطبات بتاعتها من إضافة بقى للتصميم تمام وبعد كده باخد أنا التصميم سعره بيكون قد إيه لا أنا بعمله مجاني حلو جدا يعني أنا دلوقتي ده أخلت شقة أوكي دي بالمتر ده أنا بعملها مجاني للعميل نفسه تب إفرد هو أخذ التصميم وبعد كده ما أكملت لا 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 عادي يعني يعني في حاجة نقطة أنا بخدها للعميل أنا دلوقتي العميل ما عوش أنا بشمل ده أنا عشمال بي إيه تصميم حاضم إنه ما فيش مشكلة تفضل التصميم حلو جداً دي لاتخيرة كده يا جماعة في عملة ممكن يعني تاخد التصميم تجيب لي ناس تانية آه تمام في ناس أنا يعني بتسوق بطريقة غير مباشرة يعني بتفكر أوت زي بوكس بصي أنا كان في عميل عندي في الزائزي تمام أنا معيش إيه سيولة تمام معيش إيه في فلوس أنا بعملها للفرش طيب أنا حاضر نعمل لك التصميم مجاني وعليك عندي بورتري وعندي جنب 3D تمام وعندي المصنع بتاعت الجبس والنقشة دي من عندنا كدو حيلو جداً والله بعدها بالضبط جاب لي حوالي عن خمس مواقع جميل قوي أيها ما شاء الله يعني يعني إيه بحب الناس يعني إيه في واحد جال ممكن تقصت يعني مثلاً لو حد مش عنده الإمكانية إنه يسدد الدفعة الأخيرة مثلاً مع استلام الفرنيتشر أو مع استلام الشقة ممكن تقصتها على سانة مثلاً أو على أو ممكن يعني في مبلغ سيه مثلاً خمسين ألف دي بقى براحته بقى هو يعني هو لسه عريس تمام؟ ايه أقصى مدة للتأثير؟ لا مش أقصى مدة أنا عندي معاك الأسبوع ده الشهر ده أوكي مفيش مشكلة مو معاكش خلاص حيدي مفيش مشكلة يعني أنا برضو مريت بالظروف برضو قبل كده أحاس بكل واحد يعني مريت بالظروف حالو جداً إنه يكون اللي بيشتغل معاك شاب فأكيد هيقدر يفهم ظروفك وهيقدر يتعاون معاك ويطلع أحسن حاجة لأنه هو مر بنفس الظروف وطبعاً ده مثال كويس جداً إنه إنت تحاول تجتهد وتتعب عشان تحقق حاجة وما تقولش لأ أنا سني صغير وأنا مش لقي شغل ومش عارف أعمل حاجة لأ في ناس هي اجتهدت وقدرت تبصى بحاجة كويسة وبقوا نموذة مشاركة أنا بشكركم جداً جداً وأتمنى يا رب أكون فتكوا في الحلقة النهاردة بالمعلومات البسيطة ويكون صباحكم حلو بشكركم وبشكر ديفي وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجنا فيها حاجة حلو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر